الشركات أكيد متفاوتة في منها الصغير في منها الكبير ليه لنسب سبت؟ معظم الشركات الموجودة في مصر هم ثلاث أنواع شركات شركة سياحة ألف ودي مقتصة بالجلب والسياحة الخارجية والسياحة الدينية وكل عنوات وأشكال السياحة وفي شركات للنقل السياحي ودي مقتصة بالأوتوبسات ودي فئة طبعا أقل من فئة شركات السياحة فالتنين لو حيك بصيتي ليهم هما الاتنين بيتعاملوا مع الجسد الأجنبي ده في نقل وده في جلب السياحة الأجنبية فبالتالي بتتساوى النسب على هذا الأساس نتكلم على الأنماط الجديدة من السياحة غير اللي احنا عارفينها ايه الجديد دلوقتي خلينا نقول ايه ترند في السياحة على مستوى العالم وايه اللي بيجذب السياح علشان نبدأ نشتغل عليه طيب احنا خلال الفترة اللي فاتت مصر ربنا حباها بكل أنماط وأشكال السياحة بس ما كانتش مدرجة على الأجندا السياحية بمعنى احنا كنا معتمدين في فترة من الفترات على النماطين او الدولتين في القطاع السياحي اللي هي روسيا ووكرانيا وأوروبا خلال الفترة اللي فاتت تغيرت المفهوم وتغير الشكل للسياحة المصر وابتدأ يتفتح أشكال جديدة للقطاع السياحي في مصر والتحطط على الأجندا السياحية زي سياحة الاستشفاء زي سياحة الألاجية زي سياحة مرابط الطيور زي سياحة التزحل وعرمال زي رحلة العائلة المقدسة كل دو رحلة آل البيت كل دو خلال الفترة اللي جاية هيتم وضعه على الأجندا السياحية ده بالإضافة للفتحة أسواق سياحية جديدة ما كانتش مدرجة عندنا الفترة اللي فاتت يعني سوء الأمريكا اللاتينية سوء أفريقيا سوء شرق أسيا ابتدأت الفترة اللي فاتت ومتواجدين في مصر بشكل كبير ريكو أنت بتتكلم على أنماط السياحة اللي هتدرج الفترة اللي جاية يعني أورادي مدرجة جزء منها وفيه جزء هيتم درجه خلال الفترة اللي جاية يعني السياحة الاستشفائية أعتقد قديمة يعني قديمة وعارفينها من زمان كلنا هي والسياحة اللي جاية في توقيت معين لدول معينة زي ألمانيا مثلا هما بيحصل بعد عمليات العظام كان بيحصل نقاها في مصر فكانوا بيجوا منطقة الوحاية مثلا السياحة الاستشفاء من الروماتويد والروماتيزم كانت بتبقى موجودة في سفاجة وفي الغرداء وفي الوحاية فكان ده فئة معينة بس المستهدفة من التسويق أو التنشيط للفئة ديت النهاردة بقت لكل العالم